مبارح انا كلمت حضراتكم عن ممثل ممثل مقدرش اقول فنان وانا قلت لكم مبارح الفرق ما بين ممثل وفنان ممثل ده واحد بيقف قدام الكاميرا لكن فنان ده حاجة كبيرة فيها مواقف وفيها احساس وفيها وطنية وفيها انتباء وفيها تفكير في الاخرين وفيها حاجات كتيرة جدا 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 عشان كده احنا عندنا الاف الممثلين لكن عندنا فنانين يتعدوا على الاصابع يعني هذا الممثل اللي كان ممثل بالمناسبة لانه نقابة المهن التمثيلية اسقطت عضويته وما دام نها نقابة المهن التمثيلية شطبت واسقطت عضويته حتى ما بقاش يحمل لقب ممثل بقى دلوقتي عاطل انت تشتغل ايه انا عاطل لانه كلمة ممثل لازم تبقى مقرونة بتصريح من النقابة او عضوية في النقابة لكن ما فيش حد بيشتغل ممثل سريح ما بسمعناهاش ومش هنسمعها الاخر اللي اسمه عمرو واكد انا كلمتكم عنه مبرح كتير هو وخلد ابو النجا وكلمتكم عن الموقف المزري المزري والرخيص والفاقد لكل معاني الوطنية والانتماء والخوف على البلد واسيبك من الاختلاف مع النظام والاختلاف مع الرئيس والاختلاف مع الحكومة والاختلاف مع الدستور ده حتى ما بيخافش على ناسه واهله ما بيخافش على شعبه على جرانه وزميله وحبيبه المفروض لما يسافر امريكا ويستقوي بمجلس النواب الامريكي ويطالبهم بتوقيع عقوبات على مصر يبدا حد مش بس مش خايف على بلده مش خايف على ناسه العقوبات دي حيفرضوها على مين حيفرضوها على الحكومة حيفرضوها على البرلمان ولا حيفرضوها على الدولة المصرية والشعب المصري في ناس كتير قالتلك ما هو تامر طبعا غير الناس اللي دفعت عن فكرة انه النقابة تشتوبه ولا توقفه ولا تعقبه ولا بتاعه أنا فهمتكم القصة مبارح ده مش اختلاف في الرأي وقلتلكم ان الوطنية مش وجهة نظر الوطنية ان انا اخاف على البلد واعمل ما في صالح البلد حتى لو جيت على نفسي حتى لو جيت على نفسي ودي للأسف معاني كتير من الناس ما عملوهاش بل بالعكس كتير من المصريين في السبع سنين اللي فاتوا ولا الثمان سنين اللي فاتوا من 2011 لحد النهاردة كانوا بيرقصوا على جثة الوطن كانوا بيراعوا بيفضلوا مصالحهم الشخصية على حساب مصلحة البلد اتباعا لمنطق انا ومن بعد الطفان انا مصلحتي ايه ومش مهم البلد تولع وده دليل على المواقف الكتير المتلونة والمتبينة اللي الناس عملوها مش بكلم على عمرو خالد بس انا بكلم على كتير كتير من الناس حتى من اللي موجودين دلوقتي على الساحة ومدعيين الوطنية ومسكين ابواق الوطنية ومصدعيننا بيها وهم الحقيقة لا يعرفوا شيء عن الوطنية الا مصلحتهم او الشيكات اللي قابضوها وانا بكلم بمتهى الامانة واللي يزعل يزعل لانه الحقيقة البلد دي استحملت كتير والوطن دي استحمل كتير ومصر على رأي امال ماهر في الاغنية الشهيرة مصر شالت فوق طائطها ايوة الله مصر شالت فوق طائطها المصيبة انها مش شالت بس فوق طائطها بسبب المؤامرات والاعداء والاشرار والمخابرات وقطر وتركيا ومش عارف ايه المشكلة ان مصر شالت فوق طائطها من المصريين او من بعض المصريين لان الغالبية العظمى في الشعب المصري محترم ووطني وعلى استعداد انه ضحب روحه على البلد دي وعندنا قافلة الشهداء الكبيرة تشهد على ذلك لكن مصر شلت فوق طائطها من افعال بعض ابنائها الذين لا يفكرون الا في انفسهم انا وشهرتي ومجدي ومصالحي وفلوسي وتأمين مستقبلي طب البلد اللي هعيش فيها وعيش فيها ولادي وجراني وزميلي لا دي اخر حاجة افكر فيها تولع بعدين ما اتكلم تتصلح بعدين ما تتصلحش مش قضيتي المهم انا انجو بالجائزة الكبرى ففي بعض الناس تواصلوا معايا مبارح بالليل وقالوا لي يا تامر ما اخد بالك ده موقفه نتكلم هنا على عمر واكد وقال ده ابو الناجة ده موقفهم اه ممكن تختلف معاهم في موقفهم بس ده موقفه هم مخترعين بكده فقالت لهم لا عارفين حتى لو كان ده موقف من الاول كنت يمكن 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 احترمتهم شوية مع ان الاحترام هنا غير وارد في المواقف دي لكن يمكن لو كان على موقفه ده من الاول وثابت عليه لان انا واحد من الناس باحترم جدا جدا ثابات المواقف حتى لو كنت مختلف معايا على طول الخط لكن مدام عندك موقف مبني على قناعاتك مش مبني على شكاتك مبني على افكارك وتوجهاتك مش مبني على تعليماتك احترمك حتى لو كنت مختلف معايا وشايفني ما بفهمش حاجة لكن حتى في الواقع دي ده مش صحيح عمرو واكد دي مش مواقفه من الاول واعتراضه ده اعتراض جديد مبني على موقف جديد موقف له اجندة جديدة وعشان تصدقوني وانا قلتلكم ان انا اسعد الناس بوجود الابليكيشن اللي اسمه اليوتيوب ده لانه زي ما قلتلكم القطنة ما تجدبش عمرو واكد اللي دلوقتي بيحرد ضد بلده وشايف دلوقتي دلوقتي ان 30 يونيو كانت انقلاب وماشي مع الاخوان وبيقولك لأ وفضع اعتصام رابعة مش عارب وكل الكلام اللي بيقوله الاخوان وبرددوه ظلما وبهتانا وكذبا وافتراءا هو كان اول واحد بينقض نفسه وهو اول واحد اول واحد بيقوله هو بيقوله هو بيقوله نفسه النهاردة بالفيديو اللي انا عرضه لكو ده انت كذاب بس مش انا اللي بقولهالو الفيديو ده هو اللي بيقولهالو الاعلان الذي قام به اول عبدالفتاح السيسي بخلع الرئيس مرسي والتجميد العمل بالدستور ده انصاطا للارادة الشعبية ولكن كانت هناك سمعنا ان هناك تعهدات للثوار منها التشاور بشأن الاعلان الدستوري ومنها تعيين السيد البرادعي رئيسا للوزراء ومنها عدم اتخاذ اي قرار بدون مشاركة الثوار والاستماعي لا رأيهم لا انا ما سمعتش حضرتك اي حاجة من الحاجات دي بس هو كان واضح ان الفريق عبدالفتاح السيسي لما اخد الخطوة دي كان متضامنا مع الثوار وما كانش بيقود الثوار لا هو كان بينصط الى اوامر الشعب المصري في عزد محمد مرسي وعايزين نعرف اذا كان ده انقلاب ولا لا عندنا اسئلة كتير نجاوب عليها يعني فين الانقلاب اللي بيعلن يوم الانقلاب قبله بكم شهر فين الانقلاب اللي بنزل فيه 30 مليون واحد قبل ما يحصل الانقلاب فين الانقلاب اللي لا يحاكم احد عسكريا فين الانقلاب اللي يترك اعتصامات غير قانونية فيها بنايات قتالية ومسلحين شهر ونص يتفاوض معهم علشان يسيبوا المكان انا شخصيا بصراحة عايز اسأل الناس يعني اللي يمسك سلاح في وش الجيش يتعامل معاه ايه نطب طبع ليه نقعد نتفاوض معاه ده قتل جنود مصريين شعب مصري وانت بتقول لي اعتصام سلمي طب لو اعتصام سلمي ليه بتقفل برمال بشكاية الرمال وليه بتبني لأ طبعا لازم يتعامل معاه عنف هذا هذا واحد بيعتصم بيوعدك انه هيعمل عنف ضدك كداب ما عنديش يعني وصف تاني او بلاش كداب منافق ومشانا اللي بقول برضو هذا الوصف ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم محمد خاتم المرسلين وخاتم الانبياء الى العالمين قال اية المنافق ثلاث اية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا اعتمن خان واذا خاصم فجر اية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا اعتمن خان واذا خاصم فجر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالدين وبالدنيا اللي بعملوه ده اسمه خيانة واسمه نفاق واسمه كذب واسمه خيانة للعهد واتمن بس ان الناس اللي لسه لسه لحد النهاردة دمخها بتروح مكانها ولسه بتقتنع شوية